سكان حي خمسون مسكنا بحي خرمشة بودرهيو في ولاية غلزان يواجهون خطرا حقيقيا بسبب تلوث مياه الشرب ومرور أنبيب المياه تحت قبور الموتى في سابقة خطيرة دون أن تتحرك الجهات الوصية للنداءات المتكررة لسكان هذا الحي لانتشالهم من الوضع الخطير ربنا نشكو على هذه الفيت اللي رأينا وما فيت على المقبر على الموتى عينا شكرنا مدامي العنص والله حد الآن ما درنا احتوالو عمنا شاف دائرة ما كان ولو الوالي ما كان ولو هذا المير هذا من حضره شعلي سيرفيس ديشان فانيشكاو ما درنا ما درنا والو تيو تع المارة في وصل مقبرة وقم نيني تيو فيس ووصل مقبرة والناس يدفون يفوقون هذا كل الأخير إشان تعب نادمين يفوتون من طرتك تيو من طرتك في وصل مقبرة الإصابة بمرض خطير كالتفويد هو هاجس المواطنين نهار لي ما تسيش الماء لنا في المنازل هذه المياه هذه تعاو ترجع في الأمبوب الأم وغادي يشربوا منها الناس وفيها مخاطر كبيرة على السكان ومن بينها التفويد الكارثة اللي نخايف منها نخايف منها نخايف من التفويد دروق على بارك باللي كنت تحكم من التفويد هنا الحي كامل يروحها سكان الحي يطالبون باستبدال هذه الأنابيب وجلب مياه شرب من الحي المجاور ويبقى سكان حي خمسون مسكنا بخرماشة ينتظرون تدخل مصالح البلدية العاجل لانتشالهم من هذا الوضع الخطير في دل تقاعس مصالح الجزائرية للمياه في الاستجابة لمطلب هؤلاء السكان